ليه تعليق على نتيجة مباراة الزمالك وهزيمة الأهل المستحقة من إرادة كاس السمر الأفريكي وده نصيحة إلى إرادة الأهل الأهل لم يستعد ولم يكن بالتدريب والياخته كانت مخابرة ولا عبته كانت بتجر الرجلاء وخاصة في بداية الشط التاني ونهايته الحاجة التانية لا يوجد إرادة ولا إصرار لدى اللاعبين ولا رغبة في تحقيق النصر كانت موجودة إذا هناك تجهيز سيء وعدم التجهيز المناسب اللاعبين بالمباراة تعتبر مباراة صوبة بالقربي الكرة المصرية في مصر أما الزمالك فقد جهز نفسياً وجهز بقوة وكمان كان هناك كثير من الإعلام الغير هادف الذي صور أن الزمالك سيكون فريسة للأهل وجعل ذلك انعكز ذلك على لعبة الأهل الذين نالتهم الثقة في نصر عزيز مقتدر قادرين عليه وساهم في دا الإعلام وكثير من المعلقين والمحللين اللي مش مدركين اللي بيقولوا بحب الأهل وهي بيئزين ولكن مهما حدث من المعلقين ومهما حدث من المحللين كان الأهل دائماً ينفصل بذاته يركز على مهمته يعطى تلقيناً ودرساً وافياً ودفع معنويات وتجهيز للإصرار والقتال على كل كرة الأهل لم يظهر بذلك لا في الشبت الأول ولا في الشبت التالي بيقولوا كان بيرعب أحسن في الشبت الأول أو متعادل لا أنا كنت شايفة زمالك نازل لديه القوة لديه الإرادة لديه رغبة النصر والأهل كان نازل يعلم أنه سينتصر في أي وقت وسينتصر وسيسنده الحظ وبالتالي فارقه الحظ وكمان كان ضعيفاً غير جاداً في فريق اللعبة بتاعنا بيخافي حتىك اللعبة بتاعتنا ما بتخشش على كل كرة اللعبة بتاعتنا بتتقطع الكرة بيبدأ الزمالك نقلها عشر اتناشر اترنتاشر نعلى ولعبتنا بيجروا ولاور كده بين الكرة وخلاص الزمالك كان مدرباً مستعداً مجهزاً نفسياً معداً نفسياً لديه الإصرار على النصر لديه الإصرار على التحق المطورة واستحقها لعباً ونتيجة استحقها لعباً ونتيجة أما الأهل إذا كان قد حصل على كأس الأبس كان ظلماً وليست عدالة لأنه لا يستحق للفوز ولا حتى ياخد الكأس وإذا كان هناك ضربات جزاء ضاعت فلأن الله أراد أن يحق العدل أنا أهلاوي صميم عشان تكونوا في الصورة مش زمالكاوي بس أنا كنت متفرج على المباراة وقلت يا رب والله العظيم حصل قلت يا رب عدلك يتحقق الزمالك بيلعب ولعب الكاس اللي فات هو الأهل خاد الكاس والزمالك يلعب المراد يا رب انت عدل الزمالك بيلعب وعنده الروح وعنده الروح القتالية وله رغبة في النصر يحقق له النصر الأهل يجب أن يأخذ درساً لأنه تعجرف وتكبر وظن أنه الإله فكان لله موجود الأهل تقبر وتكبر ولم يجهز لمباراة مدرب الأهل بما يسموه اللي أنا بقول عليه محظوظ هذا المدرب لم يقوم بالتجهيز للمباراة تجهيزة مناسبة كمان ما أعدش فريقه فريقه ضعيف في اللياقة البدنية ده احنا عندنا تأمل اللياقة البدنية والتحليل والتحليل الجسماني وتحليل القدرات كبير جداً في الأهل وكمان تحليل قدرات طبية وقدرات نفسية وخلافه فيين دول كلهم لما فريقه يبقى نازل لما نشوف عشور نازل مباراة بكل أسف هذا اللاعب غير مراقبة خارجية لأنه واضح أنه كان صهران ومتنايل على عينه ومش معندوش قدرة وبيجر ركبه طول المباراة والمدرب أبقاه لغاية نص الشبت التاني ليه؟ ده عبق على فريقك وأي لعيب كان هينزل لو نزل كوكا كان هينزل يغير مباراة عنه كان هينزل يغير مباراة عنه كان هينزل يساعد الأهل بكتير جداً أنت المدرب تأخر كتير جداً في التغييرات وكان فيه لعبة خارج مستوها ومنهم الشناوي نفسه الشناوي يجب أن يعيد دراسته نفسه ويعيد تقييمه نفسه لأنه شبير هو الأفضل دلوقتي لحرصت مرمى الأهلي لأن الشناوي الجنل اللي دخل فيه ده ما يدخلش في أي جوم في مصر أي جون ولكنه الكرة دي الشناوي ضعيف في الكرة الأرضية ضعيف في النزول للكرة دي لأنه طويل وبالتالي الكرة نزلة من تحت داخلها من تحت باطو وفي نص الملع في دوس الجون وفيه تجاهه هو يعني هو لو فرد رجله هيوقفها لكنه اترامع عليها وعدت نتحت جنبه إذا الشناوي لم يقدر التقدير الصحيح لأنه ما كانش مركز أو في المبرادية وأنا كنت شايف أن الشناوي من البداية مش في فورمته ومش في يومه وبالتالي أنا شايف أن هناك مجاملة من المدرب أنه نزل الشناوي لأن الشناوي كان أكيد في التدريب ما كانش في فورمته واضح على الشناوي أنه مش في لياقته لا الزهنية ولا لياقة كاملة لكده حاجة تانية دفاع الأهل المشروخ أول ما نزل تغييرات هجومية عملها مدرب جوزيه بتاع الزمالك أنا قلت هيجي جون دلوقتي ليه؟ لأن هناك أخطاء شديدة كانت في الدفاع الأهلي وخط والسد باك في الأهلي ومنطقة النص في الدفاع والدفاع كان مشروخ وأي واحد هدف سيستغل الفرصة ويسجل هدف وبالتالي أنا قلت الأهلي لو خرج بواحد صفر يبقى كرم من ربنا وده اللي حصل جاب جون وتعادل في ساعتها وبدأت تنخش في ضربات الجزاء ضربات الجزاء عادل السماء ولذي نصف الزمالك لأن الزمالك أخذ المبارات دي لعباً واستعداداً وقدرات الأهلي خسر لأنه لم يكن جاهزاً ولم يكن على المستوى والحياقة البدنية للعبية كانت معدومة وده السؤال اللي بسأله ماذا كان يفعل المدرب خلال خمستاشر يوم عدد الفرصة الأكيد أن هذا المدرب شبع اتغر أصيب بشيء اللي هو بتلاقي الغرور وبالتالي ظهر مظهر الأهلي سيء للغاية الأهلي إذا لعب مباراة العين بهذا المستوى وبهذا الكبرياء ستكون هزمته قاسية وأنا بنبئ إقدارة الأهلي وما أقول للمحوظ الخطيب أنت لاعب طور عمرك تقريباً كده فالتة اللعبة المصرية أنت اللعبة اللي تعتبر الأعجة الكبيرة أو في مصر وبعدين مخك كله كورة وبعدين عندك تفكير جيد وتفكير كمان فيه شيء من القبص إزاي تسمع لهذا الفريق يصل لهذا المستوى وأنت رئيس مجرد الظهر إزاي فريق إن اللي محقق بطولة أفريقيا يظهر بهذا الانهيار نتيجة عدم الإعداد وعدم التدريب وضعف اللياقة كل النقاط اللي كانت موجودة في أي فريق سيء كانت موجودة في النادي الأهلي كمان اللعب ما كانش فيه حد بيربط اللعب بتاعه اللي بيلعب اللي هو عشور اللي بيربط اللعب كان فيه غير مستوى كان صهران ومتنائل على عينه ومش ملكس فيه وراء كان مفروض ينزل أفشة فورا ويطلع عشور في ساعته ويقعشة كان يسد الصهرة الموجودة دي عموما ما حدث من بكل أسف من هزيمة الأهلي هي سببها التقصير وعدم الإعداد وعدم التركيز من لعبت الأهلي وهي هزيمة مستحقة مبروك للزمالك اللي جاهز نفسه وعد نفسه ويعبته كان نازلين بإصرار على الفوز والحصول على الكاس أرادوا شيئا ونالوه لأنهم يستحكوا لعبا ونتيجة وإصرارا وتجهيزا وإعدادا وأنا بنحني بالقبعة اللي جزيه ودرب الزمالك الذي أعد نفسه جيدا وأعد فريقه جيدا ودرب فريقه وعمل تعديلات وتغييرات كانت يا سبب النصر لأنه استطاع أن يعرف نقاط ضعف الأهلي ويستغلها أفضل استفدال ترجمة نانسي قنقر